السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساتذتنا الكرام نعرف بالتعليم الإلكتروني نحتاج إلى تقييم طلبتنا الأعزاء بالتالي اليوم ورشد عملنا دعنوان كيفية استخدام الـ Google Classroom من قبل التدريسي في عمل نماذج Google لإجراء الاختبارات وطريقة تصحيحها بالبداية نحتاج فقط إلى شيئين من أدكم أن تفتحونا صفحتين Google تفتحونا صفحتين الأولى هي حتكون للـ Google Classroom لكل تدريسي والثانية تكون خاصة للـ Google Drive أيضا للتدريسي نفتح Google Classroom ويكون عمل Google Classroom مع Google Drive معه بالنسبة للفرض عندي هنا المرحلة الثانية عدد طلبة 43 طالب نضغط على المادة الدراسية بالتالي راح أشوف هنا عندي ساحة المشاركات الواجب الدراسي Classwork الأشخاص الـ People والآخرية إذن أنا أطبع على الواجب الدراسي نحاول نستغل وقتنا وما تكون بها صعوبات على تدريسي هنانا عندي واجبات سابقة لطالبتي واجبات سابقة لطالبتي فبالتالي نحن راح طب على الإنشاء هذا زال موجود الإنشاء وطب على الفقرة الثالثة اللي هي توجيه الأسئلة لعلامة استفاء فقرة توجيه الأسئلة هنانا عندي في الـ Homework مثلا على سبيل المثال خلنقولي Quiz Quiz No.1 طيب هنا أنا عندي مثلا طلبتنا الأعزاء تحية طيبة هذا امتحان سيكون لمدة نصف ساعة من الساعة أي السادسة إلى السادسة والنصف مساء هنا نترك أيضا إن هذا Post هيتوجه للطلبة طيب هنا شعندي عندي الدرجة اللي على اليسار نسوي مثلا قز من 10 هنا أيضا أحدد الوقت مثلا اليوم ستة حدد الوقت و نجي على الوقت اللي هو وقت التسليم في تمام الساعة السادسة والنصف بس توجهنا غدا ساعة السادسة والنصف مساء معناها بعد السادسة والنصف مساء اللي حتجيني الأسئلة حتجيني ردود من قبل طلبة يعني جوجل سيكتب عليها متأخر طيب هذه الاختيارات تبقى لتدريسيها يمكن للطلاب رد على بعضهم يمكن للطلاب تعديل إجابة بالتالي حاليا سوف أفتح إنشاء المستند فأدخل عن نموذج نموذج جوجل فتحت هذا المستند طيب شون الغاية من عنده سأل فتحت النموذج هي قلت أتاج منت لل بوست بالتالي هينفتح النموذج عندي وأقوم بالعملية كتابة الصياغة وكتابة الأسل طيب أول ما أجي هذا المفروض من انفتحنا عندي أوتوماتي و اللي هو نفسه مجلد اللي موجود أسوي لرفرش حاليا لقيت النموذج بلا أنوان إذا شا سوي أروح على نفس النموذج أكتب ثلان Q Number 1 إذا قوز رقم 1 طيب شا سوي هنا أيضا سوي لرفرش شا يبين عندي بعد ما سوي نفسه رفرش بين عندي هنا Q Number 1 إذن أي تغيير رح يحصل هنا هو حيحصل هنا جيد حاليا نجي نسوي الأسئلة نفس الحال وصف النموذج ممكن أخذ نفس ماء كتابة بالPost وأنقل بالوصف حاليا نجي أول شي نضيف الاسم نضيف فقرة لانا عندي رح تطلع لي خيارات هاي طبعا كل الأسئلة والفترات منها كلش واضحة أروح على إجابة قصيرة لوش لأن نخلي الاسم الثلاثي بالطالب جيد معنى هذا هنا حيكون إجابة الطالب أي تغيير هنا حيكون هو أوتوماتيكيا حيكون بالاستمارة في الجوغل درايف جيد حاليا أضيف السؤال الأول على سبيل المثال السؤال الأول الكوفيد 19 هو نجي الخيارات نأخذه مثلا فقرة الخيارات المتعددة الخيارات المتعددة الخيار الأول virus ثانيا bacteria ثالثا بطريات و رابعا غيرها هذا الفرض فلو نجي هنا على جوجل درايف هنا نسوي refresh أي شي أي تغير نسوي فنعمل أيضا هنا refresh حتى يتغير هنا أيضا فش نسوي حاليا هذا مثلا السؤال الأول نجي على السؤال الثاني مثلا يكون جواب طويل فنروح على إجابة طويلة نروح على الفقرة هنا إجابة طويلة فهنا سؤال نقول ما هي أعراض فيروس كورونا جي إذن هاي اس الت شنسوي هس حاليا نروح لل جوجل درايف حتى تأكد إنه شي مضبوط أروح على جوجل درايف أفتح الأسئلة فهذا حتى تأكد إنه هذا النموذج اللي حيوصل للطالبة جي شنسوي حاليا أجي على النموذج للأسئلة اللي داع سويها اللي فاتحة منها من ال post نفس هذا النموذج سبعد ما أتأكدت أغلق هذا الأخير أجعل هذا النموذج وأعمل له إرسال شنو إرسال حتى يدخني على المعلومات يقول لي إرسال إلى جيميل أو عن طريق اللينك لا أغل عن طريق اللينك فأسوي لن تقصير لل لينك حتي يصر وسوي لن أسخ ليش أضيف هذا هو موجود هنا سيكون كأتأشمنت ما عندي بمشكل لكن للأمان أكثر أضيف هنا اللينك الاستمارة لحتى يكون أكثر أمان لطالب إنه إذا هذه الاستمارة لم يشتغلت ممكن أن يشتغل عن طريق هذا اللينك نكتب بالتوفيق والنجاح للجميع حاليا نكمل البوست عندي وحددت الدرجة وبلغت الطالب إيش قد الدرجة وإيش قد الوقت إذن كل هاي معلومات هتوصل للطالب فمجرد إنه أضغط على سؤال يتم إرسال البوست والأتاجمنت واللينك وبالتالي حيبلش وقت الامتحان مثلا ساعة ستة رسلته خلص أما داريد أنا قد نسويه قبل فترة فممكن أن أحفظه كمسودة وبعدين أقوم بإرساله جيد حاليا الشيء اللي أنا دار أتأكد منه إنه قبل ما أسوي الإرسال لو أجي أفتح هذا المستند في صفحة جديدة أفتحته في صفحة جديدة أتأكد إن المعلومات نعم هذا Q number 1 من كذا نجي هنا لو قلنا هنا مثلا محمود خالد وهنا جاوبت قلنا هنا هو virus ما هي أعراض virus corona الحمار الحمار والسؤال على سبيل المثال والآخر طيب هسوي هسوي أرسال أنا طالب أرسل حاليا للأستاذ تم أرسال إجابة وأنا أروح أروح للغوغل درايف نفسه هذا حاليا نفسه هنا هتجين الإجابات أو ممكن أدخل على نفس النموذج لكن بالغوغل درايف تكون محدد مباشرة هتجين لغوغل درايف حيتم حفظ كل المعلومات في ملف لغوغل خاص بيك حاليا ما أفعل وراء ما أجي أفتح المستند أو النموذج نموذج جوغل وهو الأسئلة هنا عندي الردود أروح على هذه الردود بالنسبة بالنسبة ملخص حيطلع لكل سؤال وجد نسبة الطلاب المختارين الفيروس وجد نسبة الطلاب المختارين بكتيريا وفطلات وغيرها وهنا سيكون شرح وهنا السؤال عندك من الأشخاص المدازيلة محمود خالد هو اللي أرسل للأستاذ وعند هنا الاستمارات الفردية لكل طالب هتكون استمار تواصلة وبالتالي يمكن هنا ايضا تقلب واستمارات وردود يعني الإجابات بالنسبة للطلاب هتجيك واحدة بعد الأخرى وبالتالي هتقوم بعملية التصحيح عن طريق تسلسل الأوراق جيد إذن بعد ما يتم التصحيح أو بعد ما يتم جمع المعلومات اتجه إلى آخر فقرة لو أجينا هنا على هامور كات سابقة طبعا لهذا الهمور طبعا أو الكوز السابق هنا نعدي رح تطلع لمجموعة من الفقرات هنا رح تطلع لفقرات الدرجات تمت إضافة الدرجة أو لم يتم إذن معناها أطبع عليها بعد ما تكون عندي معلومات كاملة عن عن تصحيح جميع الأوراق ممكن أضيف الدرجات للطالب بالتالي هنا مباشرة لما أضغط هنا سيطلع من 10 فإذا أخذ الطالب مباشرة أقل الدرجة طيب فش أسوي مجرد أضيف الدرجة أحدد الطالب ويخير إعادة مباشرة أسوي إعادة إرسال يعني شنو هذا مجرد ما خلي الدرجة هنا أحدد هذا وأسوي إعادة معنا أقوم بإعادة إرسال الدرجة إلى الطالب وتبليغ أنه هلقد درجة هاي مجموعة من الطلاب اللي تم تبليغهم اللي حاضرين بالامتحان مجموعة كبيرة من الطلاب وبالتالي تم تبليغهم بعد إكمال الامتحان نتمنى أنه استفادين بشيء بسيط من هذه الورشة البسيطة فبالتأكيد ولحسنون بصغارك